موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصفة الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 5 اليونت السادس الدرس الخامس عنوان الدرس 7 years هداية إذكارية موجودة في صفحة 82 من كتاب الطالب صفحة 80 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب اللسمي الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوموا خلال هذا المعرف بصفحة 82 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة listen and follow استمع وتبع إذن هنا يطلب من عندي أن استمع للمقطع الصوتي وهو يقرأ هذا النص وفقط أتبع وياه اللاحظ أن هنا ما قال لي read ما قال لي اقرأ ليش استاذ هنا ما طلب من عندي أني أقرأ هذا النص مجرد أني أستمع وأتبع هنا مجرد يريد من عندي أني أستمع للمقطع الصوتي وأتبع وياه أنتبع على الكلمات شون يلفظها لأن بعدها رح يقول لي what seven years can you see ما الهدايا التذكارية التي يمكنك رؤيتها يا هدية تذكارية صادفتها من خلال الصور ومن خلال الناس اللي موجودة بالناس أو بالصور أوضع عليها tick صح أو cross خطأ طبعا هنا كالعادة اللي ما رح تلاقينا أنا ما رح أخليها عليها خطأ فقط اللي رح تلاقينا أضع عليها صح إذننا رح نستمع للمقطع الصوتي ونتبعويا وبعدها نعرف شين الهدايا التذكارية اللي موجودة بالصور واللي صادفتنا أثناء استماعنا لهذا النص خلنا نستمع للمقطع الصوتي واشي ترجمة نستمع للمقطع الصور ici Anotherfi qué ترجمة نسمع another country Can you guess this country? It is France, Italy or Thailand Do you know the name of the tower you can see in the picture? It is the Eiffel Tower In 2015 millions of people visited it إذن بعد ما سمعنا المقطع الصوتي وتبعناه إياه هنا نسألنا سؤاليا بداخل هذه النصوص السؤال الأول قل لي هل تعلم من أين هذه الهدايا التذكارية من أي بلد؟ هنا التلميذ يحاول ينظر للصورة ويخمن يا بلد من الممكن أن تأتي منه هذه الهدايا التذكارية نلاحظون من خلال الصورة هذا علم إنجلند إنجلترا صادتنا بجروس سابقة وكذلك هذه الساعة ساعة البيكبين موجودة في إنجلترا إذن الصورة الأولى تعود إلى إنجلترا فاكتب تحتها إنجلند حاطل مكان أكتب تحت اسم البلد أما السؤال الثاني قل لي هل يمكنك أن تخمن هذا البلد اللي تعود إلى هذه الصورة؟ هل هو فرنسا؟ إيطالي؟ إيطاليا؟ أو تايلند؟ أو تايلندا؟ هل تعرف هذا البرج الموجود؟ موجود في الصورة إنه برج إيفل في عام 2015 ملايين الناس زارت هذا البرج نحن نعرف أنه برج إيفل اللي هو الآيفل تاور موجود في فرنسا فاكتب البلد التحت هذه الصورة هو فرانس فرنسا بعدها مكتوب ما الهدايا التذكارية التي يمكنك رؤيتها؟ طبعا معلومة خارجية خارج الدرس كلمة 7 years هي كلمة أصلها فرنسي لذلك اللاحظة أن لفظها صعب بعض الشيء ومو مثل ما متعودين عنه باللفظ البريطاني 7 years هي معناها هدايا تذكارية وهذه الكلمة أصلها فرنسي نرجع للدرس يقول لي ما الهدايا التذكارية التي يمكنك رؤيتها في الصورة التي في الأعلى ضع أنها صح أو خطأ يقولنا إحنا إذا الهدية التذكارية موجودة بالصورة أوضع عليها صح وإذا ما موجودة ما رح أوضع عليها خطأ أو أنها ما عيفها فارغة فمثلا الأستاذ رح يسأل هل هناك مك؟ المك هو الكوب الكبير إحنا كذلك نستخدم هالك الكلمة باللهجة العامية مك معناها كوب كبير هل هناك كوب كبير في الصورة؟ دورت ما لقيت إذن التلميذي جاوب يقول no there isn't كلم لا يوجد number two pencil pencil قلم رصاص is there a pencil؟ هل هناك قلم رصاص؟ بحثت بالصورة ما لقيت إذن no there isn't لا يوجد number three clock clock معناها ساعة is there a clock؟ هل هناك ساعة؟ نعم نلاحظ أن هناك ساعة وكذلك هاي النوعية الثانية من الساعات إذن أوضع صح yes there is نعم هناك ساعة استاذيس المرة أخرى is there a poster؟ هل هناك poster؟ ملسق دورت ما لقيت ملسقات إذن no there isn't كلا لا يوجد glass اللي هو الغلاس الزجاجي is there a glass؟ هل هناك glass؟ لا يوجد إذن no there isn't لا يوجد pencil case حافظة أقلام is there a pencil case؟ هل هناك حافظة أقلام؟ دورت ما لقيت إذن no there isn't بعد is there a key ring؟ هل هناك حلقة مفاتيح؟ اللي هي المدالية من المفاتيح دورت نعم لقيت الكثير من أنواع مداليات المفاتيح إذن أقول yes there is وأضع عليها صح بعد badge is there a badge؟ هل هناك badge؟ شارة؟ نعم هناك شارات إذن أقول yes there is بعد sweets حلويات are there sweets؟ هل هناك حلويات؟ دورت ما لقيت حلويات إذن ما أضع صح هنا أنا أقول no there isn't هذا ما يخص هذا النشاط زينستاذ شن اللي نحفظه من هذا النشاط؟ كلمات الهداية التذكارية اللي هي بالأعلى موجودة ذن الكلمات يجب أن أحفظها إملاء ومعاني بهذا الـ unit صغفنا هواي كلمات يجب أن أحفظها إملاء ومعاني بهذا الدرس الهداية التذكارية وبالدرس السابق أجزاء مدينة المرح وكذلك بدروس سابقة لقيتنا هواي كلمات يجب أن أحفظها إملاء ومعاني إذن هذا الـ unit مليئ بالكلمات اللي يجب أن أحفظها إملاء ومعاني بالإضافة للكلمات اللي أخذنا بدروس سابقة أحاول أحفظ إملاء ومعاني هذه الكلمات مج معناها قدح بنسل معناها قلم رصاص كلوك ساعة بوستر ملسق غلاس كأس بنسل كيس حقيبة أقلام كيرينغ مدالية مفاتيح وباج معناها شارع وسويتس معناها حلويات هذه الكلمات قدر المستطاع حاول أحفظ ملاهن ومعانيهن لأن سنرى إن شاء الله بكتاب النشاط إن من الممكن تجينا بالامتحان على شكل حروف ناقصة كما فيه تمرين A أو أعتقد B في كتاب النشاط مثل ما رح نشاء الله نوضح بدقائق القادمة إذن ما عبر هذا النشاط إلا أن يحافظ إملاء ومعاني هذه الكلمات بعدها ننتقل إلى النشاط الآخر ما هذه الهداية التذكارية طابق الصور بالكلمات هنا لأولا ما هذا الشيء هل هو ملسق نعم هذا ملسق فوضع رقم واحد اللي هو رقم الصورة أمام هذه الكلمة نوبر 2 ما هذا الشيء هل هي قبعة كرة المضرب أكيد لا كيرينج ميدالية مفاسيح أكيد لا دول لعبة أو دمية أكيد لا تي شيرت اللي هو تي شيرت أكيد لا مج كوب كبير نعم هو مج فوضع رقم الصورة اللي هو رقم الثنين أمام كلمة مج نوبر 3 ما هذا الشيء إنه تي شيرت نوبر 4 ما هذه الأشياء إنها ميداليات مفاتيح نوبر 5 ما هذا الشيء إنه بيس بول كاب قبعة بيس بول أو كرة المضرب ونوبر 6 ما هذا الشيء إنها دمية أو لعابة هذا ما يخلص هذا النشاط كذلك أنا أريد أن أحفظ معاني هذه الكلمات من خلال الصور إذن أنا ما أحفظ معانيها ما أقدر أوصلها بالكلمة المناسبة إذن يجب أن أحفظ معاني هذه الكلمات بالإضافة إلى أملاهن ننتقل إلى النشاط الآخر complete the sentences أكمل الجمل التالية طبعا هذا النشاط شوية معقد لكن رح نشوف أنه من خلال فهمنا لمعاني الكلمات نقدر نجاوب على هذا النوع من الرسلة طبعا هو غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي مجرد نشاط لاختبار معلوماتك وحفظك لمعاني كلمات مثلا number one أولا I can send the postcard to يمكنني أن أرسل البوستكارد إلى فراغ يا شخص من الممكن أن أرسله هاي البوستكارد من الممكن أن أرسله صديقي أقول friend أخي brother teacher المعلم إلى آخره إذن هذا يحمل أكثر من إجابة من الممكن أن يكون صديقي أرسله بوستكارد ملسق brother أخي teacher mom father father إلى آخره إذن هذه النقطة إلها الكثير من الإجابات number two the mug has a فراغ on it المج اللي هو الكوب الكبير عليه فراغ شن اللي عليه نرجع للصورة ونشوف نلاحظ أن المج عليه صورة شجرة فأقول tree the mug has a tree on it الكوب الكبير عليه صورة الشجرة tree number three ثالثا the t-shirt is فراغ التي شيرت فراغ شنو بي تي شيرت نرجع لصورة تي شيرت ونشوفه شنو اللي بي نلاحظ أن التي شيرت بي ألوان blue أزرق white أبيض red أحمر فأكتب ذلك كلمات أو أقدر أقول tie flag العلم التايلندي فأقول red white blue two colors الألوان اللي هي الأحمر والأبيض والأزرق number four the key rings are ميداليات المفاتيح فراغ شنو صفتهم مثلا أقدر أقول pretty جميلة إذن هو مجرد نشاط لاختبار معلومات تلاميذ وحفظهم من المعاني number five خامسا the baseball cap has the same color as the فراغ قبعة كرة المضرب اللي هي ما البيسبول has the same colors فيها نفس الألوان as the مثل مثل شنو نرجع لكرة المضرب ونشوف شن اللي بيها هذه قبعة كرة المضرب شن اللي بيها بيها علوان عالم إنجلترا فش أقول أقول the baseball cap has the same color as the English flag قبعة كرة المضرب فيها نفس الألوان الموجودة على العالم الإنجليزي number six I like the doll because أنا أحب الدمية لأنها مثلا نقول very small لأنها جدا صغيرة هذا ما يخص هذا النشاط هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي يختبر المعلومات وحفظ التلاميذ لمعاني الكلمات ننتقل لكتاب النشاط ride the countries with the photos أكتب البلدان مع الصور هنا أنا منطيني مجموعة من المعالم الحضارية لمجموعة من البلدان يقول لك من خلال المعالم الحضاري تنبأ أي بلد هذا مثلا number one هذه البك بن اللي هي ساعة بن بها بلد موجودة نعرف أن البك بن موجودة في إنجلترا فأقول انجلند number two ثانيا these are the pyramids هذه هي الأهرامات الأهرامات موجودة موجودة في مصر فأقول ايجبت number three هذه هي الملوية منارة الملوية ملوية منارة موجودة في العراق فأقول عراق أما الصورة الرابعة فهذا تمثال الحرية وين موجود موجود في أمريكا فأكتب أمريكا والصورة الأخيرة هذه صورة معلم من معالم أستراليا في سيدني فأكتب تحتها أستراليا هذا ما يخص هذا النشاط من خلال المعالم الحضارية يريدني أعرف اسم البلد مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل للأتمرين ب rewrite the names of the seven years أعد كتابة أسماء الهدايا التذكارية مثل ما وضحنا بداية الدرس أن أسماء الهدايا التذكارية يجب حفظها ملاء ومعاني فهنا الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان على شكل حروف ناقصة منطين هنا هم حروف مباثرة وهمنا مكمل لياها لكن بها حروف ناقصة يطلب من عندنا نكملها فمثلا number one أولا شن الكلمة أو اسم الهدية التذكارية اللي قدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة أكيد كلمة pencil case pencil case معناها حافظة الأقلام number two شن الهدية التذكارية اللي قدر أطلعها من هذه الكلمة كلمة key ring معناها مدالة المفاتيح بعد number three شن الهدية التذكارية أو اسم الهدية التذكارية اللي ممكن أطلعها من هذه الحروف المباثرة كلمة baseball cap اللي هي قبعة كرة المضرب number four رابعا شن الهدية التذكارية اللي قدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة كلمة أو اسم badge الشارع number five شن الكلمة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة كلمة poster اللي هي الملسق أما الكلمة الأخيرة فهي كلمة clock ساعة هذا ما يخص هذا النشاط هذا السؤال الملاء مهم جداً من الممكن أن يجيني مثل ما هو بسؤال الملاء يجيب لي هذه الحروف المباثرة أو على شكل حروف ناقصة ويطلب من عندنا أكملها فأنا إذا ما أحفظ ملاء هذه الكلمات ما أقدر أجاوب هذا النمو من الأسئلة لذلك ضروري جداً أني أحفظ ملاء هذه الكلمات ننتقل إلى تمرين سيم انظر إلى هذه المعلومات هؤلاء الشخصيات اللي هما جنة وديمة وكارم وفراس ذهبوا إلى التسوق من عجل شراء الهداية التذكارية انظر إلى ما اشتروا هنا أنا جنة اشترت ثلاث بوسترات ثلاث ملسقات واحد مج اللي هو كوب كبير واحد تي شيرت اشترت تي شيرت أيضاً دي ما اشترت ثلاث من الأكواب الكبيرة واحد كيرينج اللي هو ميدالية المفاتيح واحد تي شيرت وبعد كارم اشترى واحد بوستر ملسق واحد بعد واحد تي شيرت وبعد واحد بيسبول كاب اللي هو قبعة كرة المضرب بعد وفراس اشترى أربعة كيرينج أربع ميداليات المفاتيح واحد تي شيرت واثنين بيسبول كاب هنا أنا مجرد يقول لي انظر إلى هذه المعلومات لأن راح تفيدن بعد بتمرين اي تمرين دي انظر وقرأ كم كلف كل هدية تذكارية هنا أنا منطين السلة بيها أسعار الهداية التذكارية بيش تفيدني هاي تفيدني بتمرين اي يقول لي ما الذي يشتروه اشتروه منه جنة وديمة وفراس وكرم اكمل الجملة التالية طبعا هنا راح نحتاج أسعار هذه الأشياء أستاذي مين اطلع أسعارهن اطلعها من خلال الصور اللي منطينيها بتمرين دي اللاحظ ان التي شيرت سعره سبعة آلاف والكيرينج سعره ثلاثة آلاف والبوستر الملسق سعره أربعة آلاف الى آخره بعد ما طلعتهن وكتبتهن بمسودة راح تفيدني بحل هذه الجمال مثلا نمبر وان اولا جنة بوت جنة اشترت شن اللي اشترته جنة نرجع للجدول ثري بوسترز ثلاث ملسقات هاي اول شي اشترته بعد واحد مك واحد كوب كبير وبعد عندي تي شيرت وتي شيرت واحد بعد نجي نحسب الاسعار ما تنجقى تكلفها اولا البوستر جقى السعره سعره أربعة آلاف هي اشترى ثلاثة اذا اثنائش ألف بعد مك اللي هو كوب كبير جقال سعره خمسة آلاف اذا سوى طعش ألف التي شيرت سعره سبعة آلاف اذا مجموعة الاسعار اربعة وعشرين اي كيو دي شن الاي كيو دي اخذناها بدروس سابقة معناها اراكي دينار مختصر مال اراكي دينار اربعة وعشرين ألف دينار عراقي بعد نجي نشوف بقية الشخصيات انحلها على اساس الجدول والاسعار اللي منطنياهن بالسلة موجودة بتمرين دي مثلا number two دي ما بوت دي ما اشترت شن اللي اشترتها دي ما نجي نشوف بالجدول اشترت اثنين مك فاكتب two مك اثنان من الاكواب الكبيرة بعد واحد كيرينج اللي هو مدالة منفاتيح فاكتب وان كيرينج بعد شن اشترتها تي شيرت اشترت وان تي شيرت نجي نحسب سعر الهداية التذكارية اللي كلفها اثنين من الاكواب الكبيرة خمسة وخمسة عشرة الاف بعد واحد كيرينج اللي هو مدالة منفاتيح 3000 اثنين 13000 واحد تي شيرت 7000 اثنين صدران 20000 فاقول her seven years cost 20,000 IQD 20,000 دينار اعاقي number three ثالثا كرم بوت كرم اشترى شن اللي اشترى كرم واحد بوستر اكتب واحد بوستر اللي هو ملسق واحد بعد واحد تي شيرت اكتب one تي شيرت and one baseball cap وقبعت كرة المضرب واحدة نحسب قد اسعارهم واحد بوستر باربعة الاف واحد تي شيرت بسبعة الاف اثنين 11000 واحد كاب بستة الاف 17000 فاكتب 17000 IQD 17000 دينار اعاقي بعد فراس بوت فراس اشترى شن اللي اشترى فراس اربعة كيرينج اربعة من مداليات مداليات مفاتيح بعد one تي شيرت تي شيرت واحد و two baseball caps اثنين من القباعات الخاصة بكرة المضرب نحسب اسعار الهداية التذكارية اللي اشترى لها فراس اربعة كيرينج اربعة من مداليات مفاتيح 12000 زائد تي شيرت بسبعة الاف 19000 زائد اثنين كاب بـ 12000 يصيرا 31000 باكتب 31000 IQD 31000 دينار عراقي بعد ما كملت هذا النشاط يقول لي whose seveners cost the most ياهو اكثر الشخصيات اللي اللي كلثة اكثر شي من الهداية التذكارية فاكثر واحد صرف بالهداية التذكارية هو فراس صرف 31000 فاقول فراس which seveners do you buy انت شن اللي تحب تشتريه من الهداية التذكارية فهنا التلميذ مخير يكتب الهداية التذكارية اللي حبي يشتريها فمثلا انا قلت تي شيرت عن بيسبل كاب تي شيرت وقبعة كرة المضرب هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نشاط صفي من خلال المعلومات اللي منطينيها بالجدول واسعار هذه الاشياء الهداية التذكارية اكمل الفراغات مثل ما وضحنا من خلالها التمرين غير مهم بالامتحان التحرير او الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا بمجموعة من الكلمات المتعلقة بالهداية التذكارية وقلنا هذه كلمات اسماء الهداية التذكارية مهمة جدا بالامتحان التحريري بسؤال الاملاء من ممكن يجينا على شكل حروف ناقصة او حروف مباثرة مثل ما وضحنا في كتاب النشاط تمرين اي او بي بالاضافة الى ذلك اخذنا اسعار الهداية التذكارية وكل شخصية من شخصيات جنا وديما وكريم وفراس شن الاشتراه من خلال هداية التذكارية وحسبنا اسعارهم وطلعنا بالاخير الشخص اللي اشترا اكثر شيء من الهداية التذكارية من هؤلاء الاشخاص الاربعة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤالة وستفسارة او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا لي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة